شوية يعني كان يوسف شهين كان ممكن يضيف إيه لعدل إمام يعني عادل كان حدف له فيلم مهم يبقى في تاريخه وعادل كان حدف ليوسف شهين فيلم جماهيري يكسر الدنيا يوسف شهين محتاج لده محتاج لفيلم جماهيري مش كده أكيد هو يعني معظم أفلامه كانت بتوصنف أفلام مهرجانات أو أفلام يعني نادراً مع أفلامه كانت شباك التذاكر قوي لكن كان ممكن مع عادل إمام يبقى فيه شباك تذاكر قوي عادل كمان كان محتاج أنه هو يضيف لتاريخه لقاء مع مخرج كبير زي يوسف شهين هل يوسف طارق زي ما كانت الناس أحياناً بتغذر تقول أفلام يوسف شهين غير مفهومة هل دي حقيقة؟ غير صحيحة دي تنقلفها الأجيال حتى الآن من غير يقولك صعبة كانوا بيقولوا مش مفهومة معقدة كان زمان حسن مام يترق عليه ويقول إيه هم صحاب بس كان بينهم سخريات ويقولك أيها محتاجة لفحامة يعني لازم نجيب فحامة ليه طبعاً الراجل عامل مثلاً نصر صلاح الدين ومفهومة لا كلها أفلامه عايز أقولك لا هو بصراعه كان مخرج هائل لا 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 أنا بتكلم على حتى الرسائل اللي بقولها يوسف شهين مباشرة جداً على عكس ما احنا توارسنا ساعات بنا توارس أفكار ونرددها من غير ما نعمل العقل فيها مفيش فيلم اللي يوسف شهين صعب انك انت تحلله وترى هو عايز يقول إيه من خلاله وأفكاره مباشرة بس هو عنده ميزة عظيمة عنده جمال الإبداع جمال الصورة عنده إقاع إقاع الحركة مش مجرد ممثل لا إقاع إقاع الأداء الصوتي والحركة يوسف شهين اللغة اللغة السينمائية عظيمة وسبع درجات لكن الأفكار مباشرة ويمكن كانت المشكلة أنه هو بيشترك في الكتابة عادة يعني حتى لما وعشان كده دائما حتى في مشكلة يعني في حدودها مصرية كان في مشكلة مع يوسف إدريس كان في مشكلة معاه في الكتابة يعني قال له كتابة فكرة يوسف إدريس ورفع دعوة في اسكندرية ليه كان في مشكلة مع كاتب السيناريو الأستاذ محسن زايد ورفع دعوة برضو دائما كان الكتاب فيما عادة قلة قليلة زي الأرض مثلا الأرض لأ الأرض ده عبد الرحمن الشرقوي ضايقونة آه وكان حسن فوق ده اللي ارحمه ده كتب السيناريو ده يمكن أستاذ حسن يعني ما عملش غيره كعمل رواقي طويل عمل حاجة تانية اسمها لا ولم ترى النور بس كان ده قال لي الأستاذ حسن كان فيه مسلسل اسمه لا الأستاذ يحيي الفخراني ايه؟ كان فيه مسلسل اسمه لا لا ده خصص مصطف أمين لكن كان عمل الأستاذ حسن فوقت كان كتب سيناريو لم يرى النور اللي هو لا كويس؟ ده كانت تعمل فيلم ده مختلف عن الدرام أكيد أكيد كانت تعمل فيلم وكان بطولة عبدالحليم حافظ وتعملت بعض أغاني كويس؟ وكان يعني كان كل التفاصيل مهيئة للفيلم ده وتصور يعني إيه جزء تسجيلي لعبدالحليم حافظ لكن مع يعني انت عمله زي بايلوت كده أيو القدر ما أمهلش عبدالحليم أنه هو يؤديه فرصاً مهم أستاذ حسن فؤاد كان يومياً بيروح لوكيشن عشان ما فيش كلمة تضاف وفعلاً التزم والأرض أنا رأيي أنه يعني ضرة يعني متقول قلت لأي حد اختار لي أهم أفلامه عليهم شين مستحيل لو ذكر أربع خمس أفلام ما يقولش الأرض منه طبعاً يعني مستحيل ممكن أفلام تانية يختلف عليها لكن الأرض أعتقد يكفي أداء أستاذ محمود المليج أداء يدرس يدرس بص أنا سألت أستاذ ديوشحين قال لي إن دي المرة الخمسة وعشرين يعني لو كنا رجالة ولد رجالة وإشنا قلت رجال أيوة قال لي اللي هو المشهد ده شطهر أول مشهد قال لي ده المرة خمسة وعشرين لغاية مارضة عن الأداء آه لو كان فيه أكتر من مشهد يعتبر ماستر سيني الفيلم ده طبعاً يعني شوف لما حلق شنبوه بقى يداري آه كان عبقاري في الأداء صراحة الحقيقة فعلاً يعني هو الفيلم كل عناصره آه كانت كانت مبهرة بس والله لو صديوشحين برضه عمل اللايت يعني فيلم أنت حبيبي هو صراحة قال لك أنا ما كانش معاه فلوس فقلت عامل الفيلم ده ومن الأفلام الجميلة جد بس هو ما كانش يراضي عنه أساساً فبيحكي لي أنه مرة كان في باريس وكانوا عاملين كده أسبوع لأفلامه وفوجئ أنه أنت حبيبي سافر بغير ما ياخد باله فهو مش حاضي عنه ومش حبه يعني يعني شايفه فيلم وكان دايماً في مشاكل بينه وبين فريد القطرش دايماً بين يوسف شاهين وفريد القطرش في مشاكل فريد طبعاً بيحب يظهر كفريد ولكن يوسف شاهين مخرج يقول لأ ده غلط يعمل كذا البصة تبقى هنا حاجات كده فاختلفوا في حاجات كتيرة ولكن قال لي بعد كده الفيلم خرج الجمهور الفرنسي مبسوط وقاعد يدحك من الفيلم فبدأ هو يعيد النظر ويحبه يعني واخد بالك نقوا على المستوى الجمهوري فيلم ناجح حتى قد دلوقتي لما بتعرض تليفزيونياً طبعاً لأ أغاني كمان أغاني مكسرة دون انت عارف من ضمن حاجات الترائف بالنسبة للفيلم ده غنوة زينة زينة ولا زينة كويس الغنوة دي اتحطت كده عنوة ليه؟ لأنه لأنتاج يوسف انتاج فريد لطرش فلما فريد شاف الفيلم من وراء يوسف شاهين لقى صغير هو خد يعني قالك الفيلم لأ لازم يبقى أطول يتمط شوية قالك لأ إزاي أنا فريد لطرش وفيلمي مسلا يبقى ساعة ونص لأ لازم يبقى أكتر شوية طب نكتره إزاي شوية بس إذا أقول حكو والله الأغنية دي متضفرة حلوة جداً جوها الفيلم أعدوا يفكروا ما تحسش أنها مقحمة أبداً لأ أعدوا يفكروا وجاء جمالها في إيه بقى إن الغنوة بتجمع بين التلاتة هند رسهم بترقص شادية بتغني فريد بيغني وبيلحن طبعاً فأعدوا يفكروا ويعملوا إيه فعلاً الغنوة من أجمل إبداعياً على مستوى الإخراق معمولة حلوة جداً تقطيعاتها حلوة أوي أوي وتوظيف الرأس مع الغنوة مع الديكوباجي اللي عمله جوشين مع الموسيقى من أهل الأغاني نفس الكلام يمجب اليوم وليلة بس يقول لك الغنوة دي الغنوة دي تحديداً وضيفت فكات أجمل أجمل ما في الفيلم وإنه ساعات يعني أنت تطلع منك حاجة أحيان الخطأ بيبقى عين الصواب يعني ممكن تطلع منها ده خطأ يعني أساساً أنك تضيف غنوة لمجرد أنك تتزود المساحة خطأ صح خطأ نظرياً خطأ لكن ثبت أن هذا الخطأ هو أجمل ما في الفيلم أنا أعزاش